موسيقى 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 باتروس رؤية جديدة الموضوع قديم جديد ماهي اليوم الاختلاف الناس لي ما شفتش للباتروس اللي تعرض الليلة في مسرح الحمامات شنوه الجديد في قراءتكم لملف الحرقة والهجرة غير النظامية والضحايا اللي قاعدين اليوم يغرقوا في البحر ويهزوا من البحر هو ساعة ما هوش موضوع قديم جديد هو موضوع ديما على المحق ديما جديد ديما قدمة بعجالة قدمة عملوا قوانين وقدمة ما بين الدول وحتى في تونس ويشدوهم ويشدوا الحرقة ويحبسوهم كل يوم عندك المئات اللي تحرق وتغامر في البحر الجديد في العمل الهذاية اللي حكينا الحرقة من جهة اخرى معاناة العائلات اللي قاعدت اللي قاعدت اللي ولادها مشيت وهي حرقت بيدها حرقت بش تجيبها ولادها لانها ايست من الحكومات الاجنبية وحتى الحكومة التونسية بش تجيب الضحايا سوات ميتين معاناة انتشال ذات اذا كان ميتوا حتى في معاناة في لامبادوزا وقاعدوا غاديكا ولا غرقوا في البحر ولا اللي تشدوا غاديكا ولا اللي معاناة يقولوا يجيبونا اولادنا ايسوا ولا هما عملوا اه حرقة واحدهم بش يمشيوا يجيبوا الاولاده وليش يجيب والده ولا بش يجيبوها ولا بش يجيبوها ولا بش يجيبوها ومعام صحفية كما انتي سيتك قالت انا هذي ريبرتاج فطنت سمعت بالحرقة قالت انا لازم ينوكب هالرحلة هذي وكل واحد يحكي شنوا موضوعه ثم اللي واحد قال يحكي على اخو ثم اللي تفرقس في رجلها وفما عملنا قماش الام سلطان اللي عذابهولها ولادها الزوس وثالث باعلها نعاش وحرق ما عندها حتى حل مشيت 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 عطاهوا حجة وكاني ابيت قتلوا بخليوا عندكم ومشيت حرقت معا مش تفرقس على ولدها ازيه اليوم ثم من الجمهور وثم ناس ومسرحيين قالوا النجاح في استغلال المسرح الحمامات والاسباطي رغم بساطة الدكار لكن تحركتوا معناها بالقداع المسرح مسرح الحمامات كيفش كان اليوم على البتراس هو ايش يقولك هو ايش قلينا عنا معنت فرحة كبيرة بش نقدموا احنا نعمل هذي في الحمامات انا عندي تاريخ مع الحمامات معنتها عملنا افتتاح مع فاضل الشعابي وعملنا برشة عروض وهذا اول عمل للشاب الشدي العرفيوي يعني ساكل فرحان ياسر اخدم على العمل اللي متعوي شاب في الاخراج شاب في الاخراج ايه لهو عملها قبل راو مش هو العمل اللي متعوي في الاخراج ما نقوله مدين ما عملش خمس سنين بقي شيء شاب في الوقت اللي اقترو حالي بش عمل حمامات جاء وشافها وعمل خرج معنتها وطوع العمل على الرقح منتع الحمامات ومسرح الحمامات هو مسرح هوا التلقب للمسرح خاصة هو تعمل للاعمال المسرحية الصافية دونك مالكني صعوبة خاصة العمل اللي كريدتو انتي مفيش خروج ودخول وشوجمان دا ديكور في فلوكا مال يدخلوا مال يدخلوا مال يدخلوا الممثلين حتى خرجوما في الفلوكا وهو عمل هذي تعمل مع الوبيرا كان معه معنا بالاشتراك مع كتانيا كانوا معنا وطلين فيه لطلين نمشيه وخاطر مش مش كل مار نجيبوه واحنا نخذينا لا بارتي تونيزيين نخدمو بيه شنا بيه الكاركاس وعنا هوا اسماعت قالوا وعنا القاهرة وعنا وشنا ندور بيه في الجمهورية اللي همنا احنا تونس شيدلي عرفيوي المخرج الشاب هكا قالت فاطمة سعيدين نقاط لكي فيه شيب معناها ماشالله لكن اليوم الاخراج حاجة وتمثيل حاجة وللبتروس هذا اللي ورات الاختلاف اليوم مختلف الاخراج حاجة انا تجربتي في الاخراج اكثر من تجربتي في التمثيل خاصة في المسرح يعني هذي بريسك عاشر مسرحية ولا حديش على ما انتكر من ديومي التروام الوسي الصغير والدحمدي لللبتروس اليوم فهمتي الموضوع الحارق متاع الهجرة غير نظامية كيفاش ترحنيه في التشكل متاعه البصري الحس يزيد التفاعلي المسرح ريهين المسرح الخشبة ما ترحمش تفنتني يا تخدموا بصدق يا يعني كل شي يتح في الماء الحمدولاش اليوم يعني الممثلين كانوا صادقين كانوا في تفاعل كبير ياسر الموضوع كان صادق خدمناه بكل تجرد بكل يعني احساس بكل بحث كبير ياسر عملنا مش نكونوا صادقين مع الضحايا ذوما مع الكتاستروف مع الكارثة ذي اللي نعانيوا فيها في بحر أبيض متوسط نعانيوا فيها كتوين سزيدها برشا مشي وكيك هكليهم البحر لهذا الموضوع حارق يزم تناولوا مسرحين يكون يعني مختلف متميز هذا أنك تبحث في مبعض الدرامي في الانستاليسيون في البرفرمانس في المابينج مش توصل العالم إذيك تكون معاهم إنتي على خشبة الركح وممتوا على خشبة يعني الفلوكا بليتو الأداء يختلف من مسرح إلى مسرح والبرح البروفيت لساعات متأخرة بعد سهرة الأغنية تونسية مسرح الحمامات اليوم عبيتوه هذا الشتقال في الكواليس وشتقال في المدارج يعني عرفتك كيف تستغلوا المسرح الكبير هذية على أحسن وجه الحمدولة الحمدولة خدمنا على المسرح البرح وانا نعرف المسرح هذا وعملت ربي راجع مع الممثلين قبل حتى ما يبدأ المهرجين مع التقنيين يعني ونشكرهم يعني تقنيين الموجودين هنا فردا فردا يعني فهمتني كانوا في عاون وفينا فهمتني بش وصلنا لهالنتيجة اللي تفاعل معها الجمهور وحسيتوا هذا يعني شيء وانتم حسيتوه الحمدولة نجحنا في مسيرتنا ومزلت المسيرة متواصلة ان شاء الله للبتروس في مسرح التجريبي بالقاهرة في المسابقة الرسمية في سبتمبر وان شاء الله يعني ننوره تونس من خلال الموضوع هذا مش بالجويز ان ننور كي نطرح الموضوع هذا اللي هو مقلق برشة دول فهمتني مصر تونس المغرب تزير برشة دول اشتركوا في القناة